اشتركوا في القناة القمر رح يتنقل ما بين الثور والجوزاء رح يكون في منزلة الهنعة هاي المنزلة ممتازة للمحبة والخير والقبول وطبعا بما انه رح يكون في زوايا عنا بعد الحلقة يعني بساعات فاول زاوية رح تكون هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر والمريخ رح تكون ساعة 11 و 4 دقائق بتوقيت جرينيتش مساء بتلوح الفرصة لتحصيل او التحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر بعد هاي الزاوية مباشرة بصير خلو المسار خلو المسار رح يكون مثل ما حكينا انه بيبدأ الساعة 11 و 4 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و 38 دقيقة فجرا بعد هيك بيكون انتقل القمر للجوزة ولكن في ساعات خلو المسار هذا بيعني انه الفترة هاي المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار وطبعا بمعنها في الليل فاكيد رح تكون بالنهار في دول اخرى فعشان هيك تحذيرات هاي بتكون للاشخاص اللي في الدول الاخرى اللي هم من الجزء الثاني من الكرة الارضية وحكينا انه القمر رح ينتقل للجوزة الساعة 31 و 38 دقيقة فجرا وبشكل اول زاوية رح تكون الساعة تقريبا 22 و 36 دقيقة هاي الزاوية زاوية التثليت ايجابية بين القمر وزحل بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق انه حس بالشعور بالمسئولية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليت ايجابية بين الزهرة وبلوتو وهي رح تكون في تمام الساعة 2 و 57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بتخلق جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة ايجابيا بحيث انها بتدعم اكثر وبتتعزز العلاقة بينهم اكثر واكثر وبالنسبة للقمر بما انه رح يكون في برج الجوزاء فهاي الفترة اه بننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بتتقلب الناس حوالينا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كل كلمة تقال النا وعلينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية لنادي اما بالنسبة للقمر بما انه رح يكون في الجوزاء فقلوا المسار القادم رح يكون يوم ثلاثين ثلاثة في تمام الساعة ثلاثة وتسع دقائق مساء يعني تقريبا عند المغرب هيك بيستمر حتى اليوم التالي في تمام ساعة 11 و 42 دقيقة ظهرا لا ينتقل بعد هالقمر للسرطان عمر القمر القمر الهلال الجديد خمس ايام في تمام الساعة 26 و 26 دقيقة صباحا بصير عمره 6 ايام نسبة الاضاءة 22 في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى 19 أربعة المزاج سعيد القمر في الثور والجوزاء حتى 31 ثلاثة المزاج منتزج عطارد في الحوت حتى يوم 11 أربعة المزاج منتزج الزهرة في الثور حتى 3 أربعة المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى 33 المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14 خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع ومزاج وممتزج زحل في الدلو حتى 11 خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع ومزاج وممتزج أورانوس في الثور حتى 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع ومزاج سعيد نبتن في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع ومزاج سعيد بلوتو في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع ومزاج وممتزج طبعا قبل ما نبدأ بالتوقعات اليومية احنا منحكي توقعات للبرج والطالع فعشان هيك يفضل ان الواحد يسمع برجه وطالعه يقارنهم ما بين بعض يشوف الاشياء الايجابية اللي بتنطبق ما بينها وبين البرج والطالع وياخذ فيها والاشياء السلبية اللي بتنذكر ما بين البرج والطالع يتجنبها يفضل انك تاخذ الاثنين مع بعض طبعا اللي بديسمع برجه لحاله بصير واللي بدي يسمع طالعه لحال بصير واللي بدوش يسمع برضو بصير مثل ما بدكو يعني وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما انه القمر موجود رح يكون في بيتك الثالث اغلب الوقت فعشان هيك بتنشطوا في الفترة هاي بامور بتتعلق ببحث امور الها علاقة بالسفر طبعا ما فيه سفر الكل قاعد ولكن بصير البحث والاهتمام باوراق او شؤون الها علاقة بالسفر اكثر او البحث عن مناطق معينة او الاطلاع على امور الها علاقة بمناطق انت حاب تروح عليها او مراسلات خارجية والاتصالات بانواعها بتكون نشطة جدا اهمش ان الفترة هاي تفاوض بثقة وجراءة وحاول الدفاع عن مواقفك وقضيتك ولكن جنب الكلام اللاذع ممكن ترتاح بسبب كثافة العمل وممكن يكون العمل زيادة فتحس بنوع من انواع التعب والارهاق ولكن انا اجمالا بقول انه يوم ايجابي لكم اهمش انك تباكر لعملك وما تعرض نفسك للارهاق بتتميز بفاعلية ودينماكية عالية جدا وممكن تسمع جواب بعجبك خلال هذا النهار اهمش انك ما تبالغ بمصروفاتك اما بالنسبة للبيت الاول فاليوم البيت الاول شيئا ما متقلب بين ايجابي وسلبي يعني المزاجية بتلعب دور كبير اليوم عندكو لحظات بتكون جيد لحظات بتكون متنكد لحظات معصب لحظات بدك تنام لحظات بدك تتمدد يعني فيه نوع من انواع التقلب اليوم على الشكل النفسي على اكثر من ساعة خلال هذا النهار فما منقدر نحصر ايش اللي ممكن يصير خلال هذا اليوم الا الجواب اللي انا حكيت لكم اياه اما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم الامور فيه نوع من انواع بعض المبادرات او الاشياء اللي الها علاقة بالمال او النشاط لتحصيل بعض الارباح او الاشياء اللي الها علاقة بالمال ممكن مطالبة من بعض الاشخاص لها ديون او سلف او بعض الاقراض او احصاء مبالغ معينة او الحصول على مبالغ معينة نوع من انواع الدعم او المساعدة ولكن أهم شيء أنه ما تبالغوا بمصروفاتكم أما بالنسبة للبيت الثالث فحكينا أنه البيت الثالث شوي في نوع من أنواع النشاط مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الرابع فهو فارغ تماما فعشان هيك الوضع الاجتماعي أو وضعك في المنزل هو اللي بيحتم عليك الإيجابية أو السلبية أكثر أما بالنسبة للبيت الخامس مع البيت الرابع مع البيت الثالث فنحاول ندمجهم مع بعض عشان نطلع بتوقع أقرب فمنقول أنه في بعض الاهتمامات العائلية أو المنزلية أو الاهتمام بشأن بتعلق في أحد الأبناء ممكن الاهتمام بصحة أحد المقربين لإلكم ممكن فيه أشياء إلها علاقة بالبيت بحاجة لترميمات أو تصليحات أو الاهتمام بأمور إلها علاقة بالصيانة أما بالنسبة للبيت الخامس فعاطفيا يعني الأمور نقدر نقول روتينية في بعض الأشخاص منكم ممكن أنه على حسب طالعه يتواصل مع الحبيب أو يكون فيه نوع من أنواع الاتصالات أو التفقد أما بالنسبة للبيت السادس فهو تقريبا جيد اليوم يعني بدعمكم بشكل ممتاز جدا على الحالة النفسية والحالة الصحية في بعض الأعمال اللي ممكن أنت تنجزها خلال هذا النهار خصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم مش جالسين في البيت فممكن يهتموا بإنجاز كثير من الأعمال الموكلة لهم أما الأشخاص اللي بكونوا في البيت من ضمن الحجر هاد فبصير عندهم الاهتمام إما بمعاملات أو أوراق أو بعض الملفات أو أشياء بتتعلق بإنجاز بعض الأعمال الضرورية أما بالنسبة للبيت السابع فهو هنا فيه نوع من أنواع الحدية في التعامل ما بينك وبين الشريك فممكن تحتد أو تعصب من كلمة أو من تصرف أو من زوء تفاهم حاول أنك تمسك حال قدر الإمكان وما ثتور وما تحاول أنك تخلق بعض الجدالات أو النقاشات اللي مائلها داعي خلال هذا النهار على أساس أنه تمشي الأمور بشكل سلس أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الضغوطات أو الالتزامات اللي عليك أو بعض المطالبات المالية حاول أنك تركز بشكل جيد وحاول أنك ما تدخل بأي مغامرة مالية خلال الفترة هاي حاول أنه برضو أنك أنت ترتب جدول أعمالك أو ديونك أو المطالبات اللي عليك بشكل عقلاني وقلل من مصريفك قدر الإمكان ممكن اليوم بعضكو يفقد أشياء ضرورية أو من مقتنياتهم أو ينسوها في مكان وما يعرفوهم وينحطوها أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد برضو بدعمك على مجال الاتصالات أو خصوصا الاتصالات الخارجية ممكن يصير فيه نوع من أنواع الاهتمام الخارجي أو أشياء لها علاقة بأمور تتعلق في أشخاص خارج البلاد نوع من التفقد أو الإطمئنان على صحتهم في منك الأشخاص الجالسين في البيت وخصوصا طلاب الجامعات ممكن يهتموا بدراستهم اليوم أو بنوع من أنواع البحث أو نوع من أنواع المناقشات في منكم ممكن يهتم بلغة جديدة أو كتاب جديد أو موضوع فيلم سياسي اقتصاد دين من هذا النوع ممكن يهتموا بهذه العناصر أما بالنسبة للبيت العاشر فهو ضاغط جدا خصوصا لساعات العصر على الأشخاص اللي على رأس عملهم واللي بيعملوا من ضمن مؤسسات كبيرة بدهم يديروا بالهم من العصبية وردات الفعل خصوصا مع زملائهم بالعمل أو رؤسائهم بالعمل أما الأشخاص العاديين من برج الحمل فبقولهم ديروا بالكم من أي عمل ممكن أن يشوه سمعتكم أو يخلق لكم بعض المشاكل اللي أنتم بيغنى عنها حاول أنك ما تجازف وما تخالف القوانين وما تدخل مغامرات مشبوهة أما بالنسبة للبيت 11 فأنا شايف أنه في نوع من أنواع الضغط على بيت الصداقات والعلاقات العامة فممكن أنه يستفزك أحد الأشخاص بتصرف ما من معارفك فأنت تحتد وتعصب وصير لك ردة فعل سلبي حاول أنك تمسك حالة قدر الإمكان ما في داعي للعصبية نهائيا أما بالنسبة لبيت متاعبك فهو آمن تماما عشان هيك يحسن وضع الصحي عندك اللي للبيت السادس فعشان هيك يمنقول لك أنه بس أنه اهتم بحالك أكثر انجز الأعمال الضرورية وما تتأخر اليوم تقدر تستغله بكثير أشياء إيجابية بتطمنك وبتساعدك وتبادر ببعض الاتصالات وممكن أنك تقنع أي شخص بوجهة نظرك بشكل إيجابي برج الثور بما أنه القمر في البيت الثاني فبتنهمكوا هذا اليوم في ضبط ميزانيتكم بدكم تتجنبوا النفقات فبتهتم لأوضاعك المالية وبتخوض تجربة مهمة بتمتحن موقعك وخبرتك أهمش أنك ما تجازف بأموالك أو باستقرارك أو وضعك المالي اتريث يعني اتمهل حتى تتوضح الأمور إلك بشكل أوفى أو أوضح أهمش أنك ما تبالغ بمصروفك احذر من المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الأول فشايف أنه اليوم على المستوى النفسي أنت أحسن يعني فيه نوع من أنواع الإيجابية في شخصيتك اليوم مرتاح شوي فيه هيك يعني أحسن من الوضع الفترة الماضية فيه نوع من أنواع التحسن ملفت للنظر بحيويتك ونشاطك وشخصيتك أما بالنسبة للبيت الثاني فذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الثالث اليوم في منكو أشخاص رح ينشطوا في أمور الاتصالات أو الاهتمام بمور إلها علاقة بالاتصالات أو المواصلات أو الاهتمام بأمور إلها علاقة بأجهزة التليفونات أو الإنترنت أو التصليحات اللي إلها علاقة بسيارة أو ببعض الترميمات الإلكترونية أو التصليحات الإلكترونية أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور جيد على مستوى الاتصال والتواصل مع الأفراد والمحيط اللي حواليك من أهل البيت مع البيت الثالث بشوف فيه نوع من أنواع التواصل أو الخدمات اللي بتصير ما بينك وبين أخ أو جار فيه منكو ممكن يكون مقنع جدا بوجهة نظره خلال هذا النهار أما بالنسبة لتدعيم البيت الرابع فيه منشوف أنه الإيجابية عالية جدا على مستوى البيت فيه نوع من أنواع الهدوء يعني الأمور هادية بشكل إيجابي فيه منكو ممكن يسمع خبر سعيد أو أمر إلو علاقة في أحد أفراد البيت يكون إيجابي فيه منكو ممكن يهتم بصحة أحد المقربين أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه روتيني شيئا ما إلا أنه بكون في بعض الاهتمامات بالحبيب أكثر ممكن التفقد أو الإطمئنان ولكن ما تحاولوا تمارسوا أي شيء إلو علاقة بالحضوض أو تجربوا حضوضكم في هذا اليوم لأنه الحضوض ضعيفة أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه الأمور جيدة على مستوى الأشخاص اللي على رأس عملهم بنقولهم أنه اليوم إيجابي بتقدروا تنجزوا كثير من الأعمال الموكلة لإلكو ولكن بدك تحذر في ساعات الظهر يعني ممكن يكون فيه نوع من أنواع الضغط أو نوع من أنواع العصبية بدك تتمهل وتأخذ يعني نفس يبل ما أنك أنت تحتد أو تعصب أو ترفض أي عمل بتوكل لك أما باقي النهار فبرضو بيكون إيجابي ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعاون أو إنجاز أعمال ضرورية أو الإطلاع على بعض الملفات أما بالنسبة للأشخاص اللي قاطنين أو اللي موجودين في البيوت ضمن الحجر بيكون عليهم أشياء لها علاقة ببعض الأفكار بعملية تطوير للعمل أو ابتكار عملي جديد أو السعي لتحصيل نوع من أنواع الأعمال اللي ممكن تساهم في الفترة الحالية لتحسين الوضع أما بالنسبة للوضع الصحي فأنا شايف أنه جيد يعني ما فيها الأشياء اللي ممكن تشكي منها خلال هذا النهار إلا أنه بعض الضيق ممكن يكون في المعدة أو الأمعاء وممكن بعض التوترات المعاوية ونوع من أنواع الشد إما في العنق أو في منتصف الظهر أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه شيئا ما فيه نوع من أنواع الحدية في التعامل مع شريك العاطفة أو شريك المال ممكن هي شكها من الوضع الحالي أو من المواجهة طيلة النهار خصوصا للأشخاص المحجورين أو الموجودين في البيت فتوجد نوع من أنواع الحدية في التعامل أو نوع من أنواع المزاجية العالية جدا بينك وبين الشريك حاول تمسك أعصابك وحاول أنك تمشي الفترة هاي على خير أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف فيه نوع من أنواع الضغوط يعني ما تحاول أنك تفقد الثقة بشكل كبير عن الأمور اللي إلها علاقة بالدعم المالي أو الأمور اللي ممكن أنها تجيب لك نوع من أنواع الفرص المالية فيه نوع من أنواع الضغط صحيح ولكن إن شاء الله إنها بتفرج يعني وخصوصا الأموال المشتركة الأمور اللي إلها علاقة بالأموال اللي ما بتعود لك يعني إما مؤسسات حكومية أو نوع من أنواع الدعم أو أشخاص ممكن تمنحك نوع من أنواع الهبة أو المساعدة أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه البيت التاسع جيد فعشان هيك اللي عنده دراسة منزلية خصوصا طلاب الجامعات اللي بدرسوا في المنزل وعندهم بعض الواجبات أو الامتحانات عن طريق الإنترنت اليوم بكون عندهم إنجازات عالية جدا وممكن يدرسوا ويستفيدوا من دراستهم وفي منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بمواضيع سياسية أو اقتصاد أو دين أو فلسفة وفي منكم ممكن يهتم في الأمور الغيبة ولكن ما يخوض فيها بشكل واسع حاولوا أنكم تكونوا حذرين بس من العصبية أثناء النقاشات والجدالات عشان ما توصل لمرحلة العصبية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأشخاص اللي على رأس عملهم من ضمن مؤسسات كبيرة ونقولهم ديروا بالك من العصبية والحدية حاول تمسك عصابك قدر الإمكان ما تحتد وما تعصب خصوصا مع أحد الزملاء أو رئيسك بالعمل كلها طبعا لغاية ساعات العصر وبعدين بتبلش تتلاشى شوي شوي أما بالنسبة لبيتك 11 ممكن في ساعات الظاهرات تتلقى اتصال تفقدي أو أنت تجري اتصال مع أحد الأصدقاء إما لمساعدته أو لمساعدتك أو لطلب استشارة معينة أو نوع من أنواع التواصل والتفقد الحال رح يسعدك هذا الاتصال بخبر مهم أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو فارغ تماما عشان هيك بتقدروا تنجزوا كثير من الأعمال اللي عليكو خلال هذا النهار حتى لو أنكو عملتوا لساعات إضافية أو ساعات طويلة وخصوصا حتى هدول الأشخاص اللي على رأس عملهم أما الأشخاص اللي في البيت فبعطيهم نوع من أنواع النشاط والأمان وبقدروا يثبتوا ذاتهم بشكل قوي جدا برج الجوزاء يعني اليوم أفضل بظل أمور فيها نوع من أنواع الضغط حتى ساعات المساء بعدين بتلاقي أنه الأمور تغيرت بشكل إيجابي لأنه القمر بيكون نوصل لعندكم فعشان هيك بتحسوا أنه أنتوا عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم ونجازل كثير منها بتكثر المشاريع والتخطيطات والأفكار والشغلات لتغيير الوضع الحالي أهم إيش أنك تكون جدي وموضوعي في تنظيم أمورك حدد أهدافك وأولوياتك باستطاعتك استعادة الموقع وإنجاز لكثير شخصيتك جيد اليوم ونفسيتك مرتاحة تلاقي فيه عندك نوع من أنواع النشاط يختلف عن الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة رح تكون على المستوى بيت المال وممكن اليوم يجيك بعض الفرص أو بعض المساعدات أو الهبات أو نوع من أنواع الترتيب لأوضاع معينة مالية بتلاقي فيه نوع من أنواع المساعدة ولكن أهم إيش أنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم زي الأمس يعني بعطيك قوة نشاط عالية جدا فكريا ونفسيا ممكن تتواصل مع الجميع بطريقة جيدة جدا وتثبت ذاتك بشكل قوي جدا لدرجة أنه ممكن تقنع أي شخص بأي موضوع مهما كان عندك سرعة بديهة عالية والحدث عندك قوي جدا في منك وممكن يهتم بأمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات كالاهتمام بأجهزة إلكترونية أو سيارات أو تطوير سيارات أو أشياء لها علاقة بهذه الأمور يعني بالتكنولوجيا جمالا في منك ممكن يهتم بتعليم أو حث أبنائهم على الدراسة بالدراسة المنزلية أو ممكن أنه يساعدوهم في إنجاز كثير من واجباتهم حاول أنك أنت تكون يعني تفرغ الطاقة اللي موجودة عندك بالنشاط وبالحركة ولكن دير بالك من التهور والإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد جدا على مستوى البيت فمنكم ممكن ينشط في أمور العلاقة بالتصليحات أو الترميمات أو الابتكار أو حتى ممكن ديكور أو أي شيء العلاقة بالمنزل بيكون بنشاط عالي في منكم ممكن يهتم بأمور العلاقة بالطبخ أو حتى أنه ممكن يدخل المطبخ وينتج بعض الوجبات الجديدة أو يبتكر أشياء جديدة يعني الأمور جيدة بطريقة التواصل مع الأهل ومع الإخوة مع الجيران مع اللي حواليك بتكون جيدة جدا بالاتصالات والتفقد وممكن يكون فيه خبر سعيد أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد جدا على مستوى الأمور العاطفية والأمور الحضوظ فممكن اليوم أنت تتواصل مع حبيبك بأريحية أو تتفقده أو ممكن يصور فيه نوع من أنواع الأخبار السرة اللي تسعدك فيه أشياء إيجابية بتدعم من وضعك ومن حضوظك أيضا أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور شوي متقلبي خلال هذا النهار على المستوى الصحي وعلى مستوى العمل فعشان هيك فيه منكو ممكن ينجز كثير من الأعمال خصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم أو بقدروا يشتغلوا بينجزوا كثير من الأعمال اللي عندهم ولكن على مضد يعني ما عندهم رغب للعمل يعني عندهم نوع من أنواع حابين أنهم يأخذوا قصة من الراحة اليوم أما بالنسبة للأمور اللي إلها علاقة بالأشخاص اللي في البيت فهدولة بقولهم بتكديروا بالكو على صحتكو بشكل جيد وخصوصا من التوترات العصبية أو الأمور اللي إلها علاقة بالمعدة الصدر الفيروسات ممكن عدوة رشح أو انفلونزا فيه منكو ممكن يحس ببعض الضغوطات العصبية اللي إلها علاقة بالتوتر العصبي أو الشد العضلي أما بالنسبة للبيت السابع فهو ضاغط جدا على مستوى الشراكي فعشان هيك فيه نوع من أنواع الحدية أو المزاجية في التعامل مع الشريك ممكن تبادر بكلمة أو سوء تفاهم فتعصب أنت أو تستثار بسهولة فيكون ردة الفعل العصبية وممكن أنها تخلق مشكلة كبيرة حاول أنك أنت تمسك عصابك قدر الإمكان بدون إثارة المشاكل بينك وبين شريكك بالعاطفي أو بين شريكك بالمال أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور يعني فيها نوع من أنواع الضغط المالي يعني مطالبات مالية أو التزامات مالية بمأرقيتك بالفترة هاي أصبر شوي وإن شاء الله الأمور كلها بتترتب أهم من شأنك تقلل من المصاري في قدر الإمكان أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف فيه نوع من أنواع التوتر بالعصبية بالنقاشات وخصوصا النقاشات اللي إلها علاقة بالسياسة أو إلها علاقة بالدين أو أي أمور إلها علاقة بالأمور العلمية حاول أنك ما تحتد كثير وما تعصب يعني يخلي فيه نوع من أنواع الأشخاص اللي يقدروا يعبروا عن رأيهم أقل ما فيها أهم مش أنك ما تتوسوس وما تتهيأ أشياء مش موجودة أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه فيه ضغط كبير خصوصا على الأشخاص اللي على رأس عملهم فبقولهم بتكديروا بالكم من الحدية ومن المزاجية والعصبية أثناء التعامل مع زملائكم بالعمل أو رؤساكم بالعمل وحاول أنك ما تتأخر وما تتغيب وحاول أنك ما تمارس أي شيء فيه علاقة بالمجازة فيه أو المغامرة اللي ممكن تكون من وراها تشويه لسمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور يعني روتينية بالتعامل مع الأصدقاء فيه نوع من أنواع الملل أو نوع من أنواع الصعوبة في التعامل فعشان هيك يحاول تمسك أعصابك قدر الإمكان وتتجنب أي مواجهات أما بالنسبة لبيت المتاعب فبرجع بأكد ما ذكرناه في البيت السادس بيت الصحة أنه في بعض الأوجع العابرة أو الضغطات العابرة حاول أنك تمسك أعصابك قدر الإمكان وحاول أنك تنتبه لصحتك بشكل جيد ما ترهق حالك كثير بأمور الأعمال بس إنجز العمل الضروري وحاول تأخذ قصد كافي من الراحة مرج السرطان طبعا القمر صار موجود في بيت المتاعب فعشان هيك الفترة هاي بتحسوا إنه التعب بنال منكو أهم شنكو تحطوا سلم الأولويات العمل الضروري والعاجل انتبهوا كثير لغذاءكم وراحتكم بشير القمر لركود وتأخير في سير بعض الأمور حاذر التراجع الصحي والمعنوي استريح بعيد عن الأضواء وما تختلق الأعذار للهرب من المسئوليات والمهمات طبعا بالنسبة للبيت الأول أنا شايف الأمور إيجابية بتدعم من موقفك اليوم شخصيتك يعني شوي فيها نوع من أنواع الإيجابية عندك قدرة على إنك تنجز كثير من الأمور معني صحيح إنه القمر موجود في بيت المتاعب بتضغطك ولكن إنه برضو فيه أشياء إيجابية ممكن إنها تساعدك ولكن مش بالشكل القوي يعني فيه تقلب نشوف بالمزاجية كثير أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه فيه بعض البوادر للأمور المالية ممكن نوع من أنواع المساعدات أو بعض الإنفراجات أو فيه عندك قدرة عالية جدا على ترتيب أوضاعك المالية أو مستلزماتك أو مشترياتك أو أشياء من هذا القبيل فيه منكم ممكن إنعرض عليه أو تجي فرصة لمطلب مالي أو مساعدة مالية خلال هذه الأيام أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه فيه أشياء العلاقة بالاتصالات ولكن شايف أنه فيه نوع من أنواع الحدية في الطباع فعشان هيك بتقلب اليوم من قدرة على توصيل الرسالة أو المناقشة أو القدرة على الدراسة أو تشجع أبنائك على الدراسة ولكن بيكون فيه نوع من أنواع العصبية والتوتر في طباعك فممكن تحتد من موقف معين أو من تصرف معين وخصوصا بيجي من أحد الإخوة أو من أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه الأمور جيدة على مستوى البيت الرابع بتشجع أمور منزلية أو أمور إلها علاقة بالصيانة أو الترتيبات أو الدكورات أو أشياء إلها علاقة بالترميمات أو أمور إلها علاقة بأحد أفراد العائلة مثل إخوي أو مثل أبناء أو مثل أحد الوالدين ممكن تهتم بصحتهم أو نوع من أنواع التواصل والاتصالات معهم في منكم ممكن يهتم بأمور عقارية وفي منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بالمطبخ بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور العاطفية شيئا ما روتينية خلال هذا النهار فبتتعامل بشكل روتيني مع الأحبة إلا في ساعات الظهر ممكن يكون في نوع من أنواع الاتصالات أو البحوثات أو أشياء ممكن تجمع ما بينك وبين الأشخاص اللي أنت بتعرفهم أو بتحبهم أو بيعزوا عليك أو ممكن تسمع خبر عنهم أما بالنسبة للحضوظ بقولك ما تحاول أنك تغامر في تجربة حضوظك في هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأشخاص اللي على رأس عملهم اللي مش في البيوت فهدول اليوم بقدروا ينجزوا كثير من العمال اللي عندهم ولكن في ساعات الصباح ممكن يكون في نوع من أنواع العصبية أو الحدية في الطباع فيحتدوا ويعصبوا على أحد الأشخاص اللي بتعاملوا معهم أما باقي النهار بتكون الأمور جيدة ممكن يصير في نوع من أنواع التواعوكات الصحية أو بعض الاضطرابات الصحية لها علاقة بالجهاز التنفسي أو أشياء لها علاقة بالألام بالعضلات والشد العضلي أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف الأمور فيها نوع من أنواع الحدية لآخر يوم طبعا على مستوى بيت الشراكة بتعاملك مع الشريك المال والعاطفة فممكن برضو يكون في نوع من أنواع الحدية أو رواسب أو بواقي مشاحنات ما بينك وبينه ممكن اليوم يعني يكون فيه في ساعات المساء نوع من أنواع اللقاء الودي لتحسين أو للمصالحة أو أنك أنت تتجاوز هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضغط على الأمور المالية بشكل كبير وخصوصا الالتزامات أو الأمور المتراكمة عليك حاول قدر الإمكان أنك ما تندفع بمصاريفك وحاول أنك تحافظ على ممتلكاتك من الضياع أو الفقدان خصوصا هويتك محفظتك شغلات من هذا القبيل وحاول أنك أنت ترتب أمور ديونك أو المستلزمات المطلوبة منك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور جيدة على أمور الاتصالات أو الأمور اللي إلها تعامل مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن الاهتمام بأنواع معينة من الدراسة أو البحث اللي إلها علاقة بالشهون الدينية أو الفلسفية أو حتى الاهتمام في بعض الأمور الغيبية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأشخاص اللي على رأس عملهم بيشتغلوا من ضمن مؤسسات كبيرة بقول لهم بدهم يديروا بالهم أثناء التعامل مع رؤساهم وزملائهم بالعمل من الحدية والعصبية في التعامل وما في داعي للمغامرة أو المجازفة في أي شيء له علاقة بالتهور يعني ما تخال في القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة وما تدخل بأشياء ممكن أنها تجع راسك أو أنها تشوه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم في نوع من أنواع الحدية في الطباع مع أحد المعارف أو الأصدقاء ممكن تسمع خبر أو يتحس بشيء معين بالتصرف من تصرفات الأشخاص اللي أنت بتعرفهم فهذا يستفزك كثير أو يعصبك يخليك تحتد وممكن تدخل بجدال أو نقاش حاد جدا وممكن تصل لمرحلة إنه ملاسنة قوية تكون حاولوا تمسكوا عصابك وقدر الإمكان أما بالنسبة لبيت المتاعم فهو جيد هو اللي بيخفف عليك شوي من الآلام ومن الضغوطات حاول أنك أنت تدير بالك على حالك أهم شيء بعطيك نوع من أنواع النشاط بإنجاز كثير من الأعمال المطلوبة منك وقدرتك على الاتصالات والمواصلات في هذه الأيام يعني بعطيك نوع من أنواع الدعم رغم أنه القمر موجود فيه ولكنه شوي بخففت من الأعباء والضغوطات برج الأسد اليوم بيكون فيه عندك نوع من أنواع التواصل والاتصالات أو في الأشخاص اللي عندهم قدرة على اللقاءات إنك تلتقوا صديق معين أو تلقوا اتصال منه أو الاهتمام بموضوع أحد الأشخاص اللي أنتو بتعرفوهم هاي الفترة مناسبة لطلب الاستشارات أو التأييد من أحدهم من أحد العلاقات أو الأصدقاء أهم إشي أنك أنت تحاول أنك تشارك الأشياء اللي موجودة جواك مع الأشخاص اللي بتعرفهم أما بالنسبة للأشخاص اللي مش متأثرين من الحجر الصحي وعندهم قدرة للاختلاط بالمجتمع اليوم بكون عندهم نوع من أنواع الورشات أو النشاطات المهمة فيه نوع من أنواع الاستعادة للحماسة والحيوية وممكن تتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بفعالية معينة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه الأمور ضغطة عليك فعشان هيك بتحس أنه فيه نوع من أنواع التوتر أو الضغط العصبي بشكل كبير فعشان هيك فيه نوع من أنواع الضعف في الثقة بالنفس أو فيه نوع من أنواع التعب أو الوهن اللي أنت حاسس فيه في اليوم هذا حاول قدر الإمكان أنك تشحى حالك بطاقة وما تخلي الأمور هذه تسيطر عليك بهذا الشكل أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أن الأمور يعني شوي إلها منحنة معين بالجانب المالي فممكن اليوم يكون فيه أشياء إلها علاقة بالمساعدات أو بنوع من أنواع الدعم أو بوادر خير لأشياء ممكن أنك أنت تستفيد منها ماليا ولكن بدك تحذر من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه البيت الثالث بعطيك نوع من أنواع القوة فيه عملية الاتصالات والمواصلات وبتكون مقنع جدا ولكن في ساعات الصباح ممكن يكون فيه عندك نوع من العصبية أو التشتت الذهني اللي ممكن أنه يعركس عليك كثير من الأمور حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية ممكن منك ينشطوا في أمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات أو أمور إلها علاقة بالاهتمامات بالتكنولوجيا أو بالكمبيوترات أو بالهواتف فيه منك رح يحث أبناءه على الدراسة أو يساعدهم في أمور الدراسة أما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني تماما على مستوى البيت في التعامل مع أفراد البيت فيه نوع من أنواع التجنب المواجهة أو تجنب اللقاءات بتحاول قدر الإمكان أنه بالفترة هاي تكون منعزل أو عندك نوع من أنواع الإنعزال أو الإنتوائية على ذاتك وممكن فيه منك يهتم بصحة أحد المقربين لإلوه أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه فيه حدية في الطباعة خلال هذا اليوم خصوصا مع الحبيب بأسباب أنه ممكن أنه أنت نوع من أنواع الوهن أو التعب أو ممكن تصرف معين يستفزك ويغثير لك شوية مشاكل أو يخلق لك بعض المشاكل حاول قدر الإمكان أنك تمسك أعصابك وماثور لأدفه الأسباب يعني حاول أنك تسيطر على حساسيتك أما بالنسبة للبيت السادس فاللي على رأس عملهم منقول لهم أنه اليوم جيد تقدروا تنجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منكم وممكن تبتكروا شيء جديد بخصوص العمل أما بالنسبة للأشخاص اللي في البيوت فممكن يهتموا إما بعملية بحث أو التخطيط أو الترتيب لأمور عملي أو لعمل مستقبلي أما بالنسبة للصحة فأنا شايف أنه الأمور جيدة ولكن في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالاضطرابات في الأمعاء وأمور إلها علاقة بضيقة النفس وألام في أسفل الظهر أو في منتصف الظهر أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى الشراكي الأمور الروتينية ما في أي شيء لا سلبي ولا إيجابي فبتتعامل بشكل روتيني مع شريكك بالمال أو العاطفة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه في نوع من أنواع الضغط عليك بالالتزامات أو الديون أو المطالبات وفي أشياء لها علاقة بالأموال اللي ما بتعود لك ممكن أنها تأرقك بالفترة هاي ممكن يصير في نوع من أنواع الإلزامات عليك أو نقطة ضعف لإلك فحاول قدر الإمكان أنك أنت تبعد عن التعب وحاول أنك تنجز اللي عليك أو تسدد الأمور أو ترتبها بطريقة جيدة أو تفوترها بطريقة صحيحة أما بالنسبة لبيتك التاسع فممكن بعضكم مش الكل يعني هو روتيني رح يكون عند الأغلب ولكن البعض ممكن يهتم من هذا البيت في أمور إلها علاقة بالدراسة الجامعية خصوصا المنزلية يهتم فيها وممكن تجهيز بعض الأوراق أو بعض الأشياء اللي إلها علاقة برسالة أو مناقشة في منكم ممكن يهتم بأفلام معينة نوعية اللي بتدل على نوع من أنواع المغامرة والأكشن والأشياء من هذا القبيل وفي منكم ممكن يهتم بأمور النقاشات أو الأمور الفلسفية والدينية أما بالنسبة للبيت العاشر فشايف أنا في ضغط كبير على بيت السمعة حاول أنك ما تعمل أي شيء بشوه سمعتك ما تغامر وما تجازف وما تدخل في أشياء مشبوهة لأنه هذا الإشي رح يضغطك بشكل كبير الأمور حادة جدا ما تستسلم نهائيا لأي مغريات ممكن يكون فيها مخالفة للقوانين فأنت تكون فريستها أما بالنسبة لبيتك 11 في نوع من أنواع التواصل مع أشخاص لهم معارف وعلاقات مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات القمر موجود في بيتك 11 أما بالنسبة لبيتك 12 فهو برضو إيجابي بدعمك على مستوى بيت المتاعب فممكن أنت تنجز كثير من الأعمال أو الأشياء اللي تساعدك وممكن برضو أنه أنت تجد نوع من أنواع الفرص لإنجاز كثير من الأعمال وما تخليها تتراكم عليك يعني رغم ضيقة الوقت إلا أنه أنت بتقدر تنجز كثير من الأعمال برج العدراء أكثر إشي بدكوا تديروا بالكوا عليه الفترة هاي بما أنه القمر موجود في بيت السمعة إنه بدكوا تحافظوا على سمعتكم وعلى إنجازاتكم القائمة خصوصا في مجال العمل بدك تقدم أفضل ما عندك ممكن أنك أنت تحقق إنجاز أو تحرز نوع من أنواع التقدم المفاجئ وخصوصا للأشخاص اللي على رأس عملهم ما تهدد سمعتك بالخطر ما تقلق بشأن أي شيء ممكن يكون فيه نوع من أنواع الإيجابيات حاول أنه أنت تقلق من أشياء إلها علاقة بلقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة لأن هذا اللي ممكن يأرقك بالفترة هاي وبرضو من أي شيء بشوه السمعة هاي فترة مثمرة إذا استغليتها بشكل جيد أو إنها رح تكون عليك مربكة إذا أنت ما كنت جاهز بشكل كبير خصوصا في هذا اليوم حاول قدر الإمكان برضو بقولك إنك ما تجازف وما تغامر بسمعتك وما تدخل بأشياء مشبوهة ولا مخالفة للقوانين أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم شخصيتك شوي فيها نوع من أنواع التقلب يعني مرة إيجابي مرة سلبي مرة حاد مرة لطيف يعني بتتقلب معاك الأمور ولكن إجمالا الأمور هادية وأنت بتقدر تشحن حالك بطاقة عند قدرة على هذا الأمر ولكن في ساعات الظهر ممكن يكون فيه نوع من أنواع العصبية في المزاج أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور المالية تقريبا فيه أشياء مبشرة بدعم أو بعود إلها علاقة بالمساعدات أو الأمور اللي ممكن تفرج عليك بعض الأشياء حاول قدر الإمكان أنك أنت تتجاوز الفترة الصعبة هاي بطريقة عقلانية ورتب أمورك المالية بدون التزامات ما تقدر أنت توفيها حقها أما بالنسبة لبيتك الثالث فيه من كل يوم رح ينشط بالنشاط كامل بأمور إلها علاقة بالاتصالات أو الأمور اللي إلها علاقة بالإلكترونيات أو الكمبيوترات فيه منكو رح يساعد أحد الأبناء بنوع من أنواع الدراسة أو الحث على الدراسة ومنكو ممكن يدخل بنقاشات أو مباحثات أما بالنسبة للبيت الرابع فهو ضاغط بشكل كبير عليك لدرجة أنه ممكن أنت تفقد السيطرة على حالك خلال هذا النهار حاول تمسك عصابك من الإنفعال والعصبية داخل البيت فيه منكو ممكن يتعرض بيته لبعض الأعطال أو بعض الأخطاء اللي بتحتاج للإهتمام أو لنوع من أنواع الترميمات حاول أنك تفرغ وقتك شوي لا تهتم بأهل بيتك أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه ضاغط على المستوى العاطفي بشكل كبير فممكن اليوم يحمل لك نوع من أنواع النقاشات الحادة أو نوع من أنواع الحدية في التعامل وخصوصا مع أحد الأحبة حاول تمسك عصابك برضو عشان ما تكون الفترة هاي ضاغطة حتى على النقطة هاي أما بالنسبة للبيت السادس فالأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بيقدروا ينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم ولكن الأشخاص اللي في البيوت ممكن يهتموا عقلانيا أو بالعقل أو من ضمن ملفات أو بعض الأشياء اللي على الكمبيوتر يهتموا بمراسلات أو أشياء من هذا القبول لإنجاز بعض الأعمال في منكم ممكن يهتم بوضع صحي بتعلق فيه أو بأحد الأقارب أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه الأمور شوي روتينية في التعامل مع الشركاء لا إيجابية ولا سلبية فعشان هيك الأمر شوي فيه نوع من أنواع السلامة منقدر نحكي على حسب الوضع الاجتماعي اللي أنت عايش فيه أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الضغط الكبير عليك بأمور إلها علاقة بالالتزامات أو في أمور إلها علاقة بالفوترة أو الاهتمام بملفات وقضايا مالية بتكون مهمة في منكم ممكن يهتم بصحة أحد الأحبة أو يجي خبر مفاجئ عن أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور يعني فيها نوع من أنواع الضغط على أي شيء العلاقة بالمناقشات أو الدراسة يعني ما فيه اهتمام كثير في نوع من أنواع التقصير ممكن يجيك خبر من بعيد أو من خارج البلاد يزعجك أو يسبب لك نوع من أنواع التوتر أو الزعل أما بالنسبة للبيت العاشر يعني شايف أنه هذا بيت السمعة مثل ما ذكرنا ما فيه أي إيجابيات عليه إلا بسيطة اهتم ببداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك 11 فهو فارغ تماما بعلاقاتك واتصالاتك مع أصدقائك فما فيه أي شيء إيجابي ممكن أن يساعدك في هذا الأمر أو يدعمك في هذا الموضوع أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف أنه فيه ضغوط بسيطة بتأرقك بتخليك تتكاسل شوي ما تقدر تنجز كثير من الأشياء الموكلة لإلك حاول أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وتأخذ قصد كافي من الراحة برج الميزان برج الميزان بتكون معهم ممتازة ممكن تنجحوا في مقابلة من خلال الإنترنت أو مع أشخاص إذا كنتوا على رأس عملكم بتحققوا إنجازات رائعة بس أنه بدك تكون مستعد ومجهز بياناتك أو ووراقك بشكل جيد يعني هاي نحكي إحنا يوم حافل بالنشاطات بالفكري والقدرات وخصوصا بالإمكانية المحدودة وخاصة الأشخاص اللي في البيوت ممكن من خلال الإنترنت أو من خلال الهاتف والاتصالات ممكن تسمع خبر من خارج البلاد أو من جهة غريبة حاول أنك تسهل أو تسهل الأمور ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي ممكن يشجعك على الانضمام لجمعية أو لمبادرة أو لأشياء من هذا القبيل وخصوصا الأشخاص اللي حابين أنهم يساعدوا المجتمع في ظل الظروف اللي إحنا في منمور فيها أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه النفسية اليوم أحسن من الأيام الماضية مشحون بطاقة إيجابية في عندك بعض الإيجابيات أو الأمور اللي بتساعدك بشكل قوي عندك قدرة على إنجاز كثير من الأشياء الممكن للا إلك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على مستوى المال ممكن بتأرقك شوي أو بتعطيك نوع من أنواع الالتزامات أو الضغوط المالية ولكن في بوادر لمساعدة أو وعود لمساعدة معينة وممكن يكون في نوع من أنواع الإنفراجات ولكن حاول أنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بدك تنتبه من حدية المزاج عندك وحديت الطباع في طريقة التواصل مع الناس المحيطين لا إلك ممكن تعصب والتور لأدفه الأسباب حاول تمسك حالك من الإنفعالات والعصبية وتحاور بدبلوماسية وليونة اللي في منكم ممكن يحث أبناؤه على الدراسة ولكن بعصبية وحدية أما بالنسبة للبيت الرابع في نوع من أنواع الاهتمام بأشياء خاصة جدا في المنزل ممكن لها علاقة بحل مشكلة معينة أو نزاع معين أو محاولة أنه أنت تتصالح مع شخص من أفراد العائلة لكن بدك تدير بالك من أعطال أو بعض الأشياء اللي بتتعلق في المنزل ممكن إصابات حاول أنك تهتم فيها بشكل عقلاني إنجز المطلوب منك وحاول أنك ترمم الأمور هاي بطريقة عقلانية وإذا كانت مصالحة بدك تتنازل عن بعض الأمور لأجل أنها تتم أما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني على مستوى العاطفة وعلى مستوى الحدود يعني على حسب وضعك بتمشي الأمور أما بالنسبة للبيت السادس الأشخاص اللي على رأس عملهم ممكن ينجزوا كثير من الأعمال الموكلة لإلهم اليوم أما الأشخاص اللي في البيوت فممكن يهتموا بأمور إلها علاقة بالفواتير أو ببعض الأوراق الحسابية أو بعض الأشياء اللي ممكن من خلال الهاتف أو جهاز الكمبيوتر إنهم ينجزوها في منكم ممكن يهتم بصحته أو بصحة أحد الأحبة أو المقربين أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه في ضغط كبير اليوم على أمور إلها علاقة بالشراكة بتخلق بعض الحدية أو بعض النرفزة والعصبية في التعامل مع الشريك حاول تمسك حالك قدر الإمكان من الإنفعال والعصبية أما بالنسبة لبيتك الثامن فهذا بضغطك بشكل كبير وممكن يسمعك خبر عن شخص بعز عليك فأنت تزعل وتذيق لأجل هذا الخبر وفي منكم ممكن يهتم بأمور مالية أو أمور ترتيبات أو بعض الإجتهادات لأمور ترتيب التزامات عليكم أما بالنسبة لبيتك التاسع فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف الأمور يعني شوي فيها نوع من أنواع الحدية خصوصا على الأشخاص اللي على رأس عملهم في حدية في الطباع في التعامل مع زملائهم أو رؤسائهم في العمل وممكن يهملوا أو يقصروا في إنجاز بعض الأعمال المطلوبة منهم حاول أنك ما تعمل أي شيء يشوه سمعتك أو يخلق لك مشاكل خلال هاي الفترة حاول أنك أنت تنجز الأعمال المطلوبة منك على أكمل وجه بدون تقصير أو تأخير أما بالنسبة للأشخاص اللي في البيوت بقول لهم ديروا بالكم من مخالفة القوانين أو بعض الجراءة اللي بتكون تهور في هيك أوقات حاول أنك أنت تلتزم بالقوانين وما تغامر وما تتهور وحاول أنك ما تخالف أي شيء ممكن يشوه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن يكون في ساعات الظهر نوع من أنواع الاتصالات مع بعض الأصدقاء أو المعارف لا نوع من أنواع الحلول أو وضع حلول معينة أو مساعدي أو طلب مساعدة أو معونة من أحدهم أو لمجرد الإطمئنان على صحتهم والتواصل معهم أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بعطيك طاقة كبيرة لإنجاز كثير من الأعمال وعندك قدرة على العمل حتى لو كان في أوقات إضافية أو زيادة ممكن تدعمك بشكل إيجابي وتعزز من موقفك وقدرتك للفترة القادمة برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة ما تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك لا تكون جارح بالكلام بل فوض بهدوء ودبلوماسية كون حريص على حقوقك ممكن تتحسن الأجواء وتحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطائك طبعا القمر معروف أنه موجود في بيتك الثامن فعشان هيك الأمور كلها تضغط على الأموال المشتركة يعني الأموال اللي ما بتعود لك أنت مثل تأمين ضريبة أمور إلها علاقة بمستردات مالية ديون قروض أشياء من هذا القبيل فكل التركيز رح يكون على هذه الأموال خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور ضغط عليك نفسيا أنت حاسس بنوع من أنواع التوتر وخصوصا أنه الآن القمر بدي يصير مقابلك تماما فهو بيسحب من طاقتك بيخلي فيه عندك نوع من التشتت الذهني وممكن نوع من العصبية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الأمور المالية فممكن اليوم تنجزوا كثير من العمال المطلوبة منكم أو المفروضة عليكم من الوضع المالي فممكن اليوم تحققوا أشياء لها علاقة بالأمور المالية ولكن حاولوا أنكوا تقللوا من المصاريف والالتزامات قدر الإمكان رتب وضعك المالي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فأمورك تكون جيدة شيئا ما ولكن في الساعة الصباح ممكن تحتد وتعصب في من نقاش معين أو من إتصال أو من خبر معين حاول أنك تمسك أعصابك ما في داعي للإنفعالات أو للهجوم أما بالنسبة لباقي النهار بيكون في نوع من أنواع الإيجابية في منكم ممكن يتحث أحد أبنائه على شيء له علاقة بالدراسة أو الاهتمام بالدراسة المنزلية أو الشيء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد جدا في نوع من أنواع الاستقرار في مستوى البيت ممكن اليوم تلتزم في أشياء لها علاقة بالابتكارات أو التجهيزات أو التطويرات المنزلية ممكن أشياء لها علاقة بالمطبخ أو أشياء لها علاقة بأشياء تساعد في ترميم أو تصليح بعض الأشياء أو الاهتمام بأمور النظافة والترتيب والديكور في منكم ممكن يهتم بإجتماع عائلي أو بخبر عائلي أو بالتواصل العائلي أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايفه فارغ تماما فعشان هيكي بقولك أنه بتتعامل فيه على حسب الطبيعة الطبيعة الاجتماعية اللي أنت عايش فيها حاول أنك بس تمسك عصابك من التهور ومن العصبية وبتمشي الأمور بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف الأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم ممكن ينجزوا بعض الأعمال المطلوبة منهم ولكن في ساعات الظهر ممكن تتراكم عليهم الأعمال أو يحسوا في بطء إنجاز الأعمال أو ممكن أنه يكون فيه نوع من أنواع المشاحنات أو المشدات الكلامية أما باقي النهار بتكون الأمور إيجابية في منكم ممكن يهتم بصحته أو بصحة أحد الأحبة حاول أنك تراقب وضعك الصحي وخصوصا من الأمور اللي إلها علاقة بآلام الأكتاف والشد العضلي والأمور اللي إلها علاقة بالآلام اللي بتنزل من الرقبة للإيدين هاي أكثر نقاط الضعف وأسفل الظهر أما بالنسبة لبيت الشراكة فأنا شايف أنه الأمور جيدة بالنسبة لبيت السابع يعني بدعمك على مستوى الشراكة المالية والعاطفية ممكن يعمل نوع من أنواع الإيجابيات أو التعاون أو التفاهم ما بينك وبين الشريك بشكل قوي ممكن تحصلوا على شيء معين أو نوع من أنواع الاتفاقات اللي بتصب في مصلحتكم الطرفين أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناه في بداية التبقعات أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جداً على مستوى الاتصالات الخارجية أو مراسلات أو أمور إلها علاقة بأشياء العلاقة بالبحوث أو التركيز على مواضيع معينة فلسفية أو دينية أو نوع من أنواع المناقشات أو النقاشات يعني بتدعمك بشكل قوي وجيد جداً حاول قدر الإمكان أنك تمسك عصابك بس من التهور أو الإنفعال خلي الأمور تمشي بسلاسة حاول أنك تكسب ممكن يجيك خبر من بعيد يطمنك ويطمن خاطرك أو تسعد له أو تنبسط له أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور ضغطة عليك على بيت السمعة فعشان هيك الأشخاص اللي على رأس عملهم بدهم يديروا بالهم من الحدية بالتعامل أو التأخر أو التقصير بالعمل فممكن يدخلوا برضو ويقسم منهم بنوع من أنواع الصدامات أو المواجهات مع زملائهم بالعمل أو رؤسائهم بالعمل أما الأشخاص اللي في البيوت أو إجمالاً لكل حاولوا ما تشبهوا سمعتك وحاولوا ما تدخلوا في أي شيء مشروه أو في أي شيء ممكن أنه يعرضك لمسائلة قانونية أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد فبدعمك بشكل قوي لدرجة أنه بتقدر تنجز كثير من الأشياء بتعاون مع بعض الأصدقاء أو المساعدة أو نوع من أنواع البحوث أو أشياء ممكن تطلب مساعدة من أحدهم فيبادر بالقبول أو أنت بالعكس أنت اللي تبادر بالقبول أما بالنسبة لبيت 12 فهو فارغ تماماً بيت المتاعب فعشان هيك ما في أي شيء سلبي يأثر عليك يعني بنقدر نقول روتيني برج القوس طبعاً القمر موجود مقابلكم مباشرة رح يتواجد في الجوزاء المقابل تماماً فعشان هيك بوسعك وتعزيز شراكتكم سواء في العمل أو في العاطفة طبعاً في العمل للأشخاص اللي على رأس عملهم أو ممكن يصير العمل من خلال البيت أما العاطفة فهم الأزواج هاي فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات أهم شيء أنك ما تنفعل حاول الإضاءة على الإيجابيات ما بنفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وعصاب بردة ما تتسرع في اتخاذ القرار أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الضعف اليوم الحاد في أمور الشخصية والثقة بالنفس فعشان هيك حاول قدر الإمكان أنك تمسك حالك وما تعصب وما تنفعل لأنه الأمور فيها نوع من أنواع الحدية اللي بتضغطك بشكل عصبي أما بالنسبة للبيت الثاني فشايف أنه فيه التزامات مالية أو الأمور المالية أكثر شيء بتأرقى خلال هذا النهار فيه أشياء ممكن يكون مطالبات مالية أو مصاريف أو أمور العلاقة بالدفعات أو الالتزامات أو التفكير في بعض الأشياء اللي ممكن تكون فيها نوع من أنواع العبئ أهم الشيء نحاول أنك ما تتهرب من الوضع اللي أنت فيه وتروح على المشتريات امسك فأنا شايف أنه اليوم فيه عندكو نشاط فكري عالي جدا فممكن اليوم تقنع أي شخص بوجهة نظرك ممكن تعمل نوع من أنواع التواصل مع المحيط أو مع الأشخاص المحيطين فيك بشكل جيد فيه منكو اللي على رأس عملهم ممكن تكثر عندهم اليوم الاتصالات أو التحركات وفيه منكو ممكن يحث أبناهم على الدراسة أو يساعد في أمور علمية أو دراسية أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف فيه نوع من أنواع الاهتمام العالي جدا على مستوى البيت فعشان يكب تهتموا بأمور منزلية أو أشياء لها علاقة بالتواصل العائلي أو واتصالات مكثفة بتكون مع العائلة يعني فيه نوع من أنواع الترابط هذا النهار بشكل قوي فيه أشياء ممكن تفاجأك خلال هذا النهار على مستوى البيت طبعا أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه الوضع العاطفي عندك مضغوط بشكل كبير فعشان هيك فيه نوع من أنواع الحدية أو العصبية أو الامتعاد من تصرف الحبيب فممكن أنك تعصب وتحتد اليوم من بعض التصرفات أو تحس أنه أنت مهمش أو فيه فراغ كبير فطبعا نفسيتك أو هذا الأفكار السلبية هاي ممكن توتر الأمور بزيادة وتوصل لمرحلة المشاحنة أو أنك تصل لمرحلة يكون فيها أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد للأشخاص اللي بإمكانهم يخرجوا من البيت يعني هذا فرصة لإلهم اليوم خصوصا اللي بيشتغلوا أو عرأس عملهم في ظل الظروف اللي إحنا موجودين فيها ممكن أنه هدولا ينجزوا كثير من الأعمال المهمة خلال هذا النهار وبالعكس إنجازاتهم هاي يشكروا عليها وفي منهم ممكن يهتم بأمور العلاقة بالصحة أو الأشخاص اللي موجودين في البيت ممكن يهتموا بأمور عملية من خلال أوراق وملفات واهتمامات من خلال الاتصالات أو المراسلات أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه بما أنه القمر موجود مقابل فمثل ما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الثامن يعني في نوع من أنواع الإيجابية والبوادر لبعض الحلول أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالديون أو بالالتزامات المالية أو بوادر فرج لا قرض معين أو مساعدة أو دين معين ينشي لك أو يساعدك في اتجاه معين فهذه الفترة إيجابية على مستوه هذه الأمور أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه روتيني تماما بتقل من خلاله الاتصالات والتواصل مع العالم الخارجي فممكن بس هي اتصالات تفقد لا أكثر ولا أقل ولكن أنه بتحاول قدر الإمكان أنه يكون في نوع من أنواع يعني ما بدك أنت يعني في نوع من أنواع التهرب حتى من الاتصالات إلا بأشخاص معينين فقط للتفقد أو للإطمئنان على حالهم بعض المراسلات المهمة أو الشغلات تجهيز أوراق مهمة وفقط لا غير أما بالنسبة للبيت العاشر أما بالنسبة للبيت العاشر فبدك تدير بالك في ساعات الظهر من أي شيء بشوه السمعة أو ممكن أنه يضغط على اتجاه السمعة مخالفة قوانين أو مجازفات أو تهورات أو أعمال مشبوهة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو ضاغط عليك شوي على مستوى العلاقات أو الأصدقاء ففي نوع من أنواع المحايدة أو تحييد الأصدقاء هذا النهار من أمور كثيرة أو قلة الاتصال فيهم أو التباحث معهم أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف الأمور فيها نوع من أنواع الحدية والعصبية عندك أو نوع من الإرهاقات أو التوععكات النفسية هي بتضغطك بشكل سلبي حاول أنك أنت تنجز الأشياء المطلوبة منك وحاول تأخذ قصد كافية من الراحة في منك وممكن يهتم بأمور إلها علاقة بأحد الأحبة أو أحد الأشخاص أو يقلق بشأن صحة أحد المقربين لأله اللي بعزوا عليه برج الجدي طبعا القمر موجود في بيتكم السادس بيت الصحة والعمل فعشان هيك بضغط بشكل قوي على الأمور الصحية والأشخاص اللي على رأس عملهم بضغطهم من ناحية العمل عشان هيك بنقول وصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذر من أي تراجع صحي لا تسمح للواجبات بالتزامن أو بالتراكم كون أكثر تنظيم وأحسن إدارة الوقت تجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قصد كافي من الراحة وإهدأ كون عند حسن الظن يعني بدنا نقول أنه هو جيد البيت هذا بعطي إيجابية لبعض الأشخاص ممكن يساعدكوا في أمور كثيرة خلال هذا النهار ولكن برضو الأمور الصحية بدها نوع من أنواع الاهتمام وخصوصا أنه البيت الأول شوي في نوع من أنواع التوتر فبضغطكوا نفسيا وعصبيا فعشان هيك بدكوا تديروا بالكوا بشكل كبير من العصبية والحدية وردات الفعل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور ممكن يكون فيها بعض الانفراجات المالية أو بعض المساعدات أو بعض الدعم المالي ممكن تهتموا في أمور مالية أو ترتيب للأوضاع المالية بشكل إيجابي تساعدكم لتجاوز الضغط الحالي أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه في نوع من أنواع الاهتمام اليوم بأمور الهلاقة بالاتصالات والتنقلات وخصوصا للأشخاص اللي بيقدروا يطلعوا من البيت بيهتموا في أمور المناقشات والإقناع والتواصل بشكل كبير ممكن تهتم بأحد الإخوة أو بأحد المعارف أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه في نوع من أنواع الضغط الكبير موجودة على البيت الرابع فعشان هيك يبغترك منزليا وبتجعل لك بعض الفجوات أو الأمور الحادية اللي ممكن أن تخلق لك بعض المشاكل المنزلية حاول أنك أنت تهتم شوي بالعائلة باللي حواليك وبأفراد العائلة وحاول أنك أنت تنجز الأعمال المطلوبة منك من ترميمات وتصليحات أو الاهتمامات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايفه فارغ تماما من أي سلبية فبدعمك بشكل قوي جدا بالاتجاه العاطفي فممكن اليوم يكون فيه اهتمام قوي ما بينك وبين الحبيب أو نوع من أنواع التواصل القوي بدعمك وبعطيك شحنة قوية جدا عاطفيا وبرضو بتدعمك الحضوظ أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه مثل ما ذكرت في بداية التوقعات هو إيجابي بدعمك في كثير من الأمور ولكن دك تدير بالك على صحتك أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه شوي ممكن يصير فيه بعض الأشياء اللي فيها تعاون ما بينك وبين الشريك في ساعات الظهر للتواصل أو للاتصال أو يعني مبادرة لحل بعض الخلافات أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع التوتر والضغط الكبير اللي رح يكون عليك خلال هذا النهار فيه أمور بتأرقك من التزامات أو أمور إلا علاقة بالتأمين أو البنوك أو الأموال اللي ما بتعود لك فتضغطك بشكل سلبي لدرجة أنه ممكن تفقد سيطرتك على نفسك أو سيطرتك على الأمور حاول أنك أنت تتعامل بعقلانية شوي وبدون عصبية وحدية أما بالنسبة للبيت التاسع فهي جيدة وبالعكس اليوم عندك كثير من الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن مراسلات أو ممكن اهتمام بأوراق إلها علاقة بالقضايا القضائية أو أوراق قانونية أو ممكن تدخل بنقاشات إلها علاقة بالدين أو بالفلسفة أو بالأشياء اللي من البعد الآخر يعني أشياء إلها علاقة بالبرسيكولوجي بالأمور اللي إلها علاقة بالروحانيات والأشياء اللي من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور قوي جدا بالضغط العصبي فعشان هيك من قلك دير بالك من أي شيء بشوه السمعة خلال هذا النهار أو الإنفعالات أو العصبية أو مخالفة القوانين أو الدخول بأي شيء مشبوه وممكن يوتر الوضع تبعك حاول ما تدخل بأي مجازفات قانونية أما بالنسبة لبيتك 11 فشايف في نوع من أنواع التوتر العصبي رح يصير بينك وبين أحد الأصدقاء خلال هذا النهار فممكن تفقد عصابك أو تتوتر بشكل كبير حاول تمسك حالك قدر الإمكان من الإنفعال والعصبية أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد يعني هو شوي بخفف عليك من بعض الضغوطات وبدعمك لإنجاز كثير من الأشياء المطلوبة منك ممكن اليوم تلاقي فيه عندك طاقة كبيرة لإنجاز كثير من الأعمال أو للحركة أو للتواصل وما رح تخاف يعني ما فيه إشي بخوفك بالعكس فيه عندك دافع قوي نفسي اللي يخليك تتحرك باتجاهات كثيرة برج الدلو طبعا من ساعات المساء القمر رح يدخل بيتك الخامس للجوزاء يعني بيت الحظ العاطفي والفرص المالية بدعمك بشكل قوي اليوم ما رح يتخلى الحظ عنك لا عاطفيا ولا ماليا بتكثر عندك التنقلات وخصوصا للأشخاص اللي بخرجوا من البيت يعني اللي عندهم تصاريح يطلعوا من البيت في ظل هاي الظروف أو هم بيقدروا يطلعوا من برى البيت اليوم تكثر عندهم التنقلات والزيارات والاتصالات أما للأشخاص اللي في البيوت الاتصالات عندهم بتكون على أوجهة وممكن تتحسن الأجواء بشكل نسبي تصبح الأجواء أكثر سهولة ممكن تضطر أو تخرج للقاء طارق بينك وبين أحد الإخوة أهم شيء أنك تقدم نوع من أنواع المساعدة ممكن تقدم نوع من أنواع المساعدة أو الدعم اللازم فترى ناجحة ومطمئنة حاول أنك أنت تستغلها حتى لو بالهاتف أو بانتصالاتك أو بالتواصل معهم إذا كانوا قريبين منك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور رغم الضغط النفسي إلا أنه في عندك قدرة عالية جدا اليوم على شهر حالك بطاقة إيجابية تتجاوز من خلالها كل هالضغوطات اللي موجودة أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الوضع المالي فممكن اليوم يتخللوا نوع من أنواع الدعم أو المساعدة أو الانفراجات المالية ولكن بدك تحاول أن تقلل من مصريفك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فعندك اليوم برضو قدرة على الاتصالات والتواصل والأمور اللي إلها علاقة بالاهتمامات بحث الأبناء الدراسية أو مساعدتهم في الدراسة أو نوع من أنواع النقاشات أو الاهتمام بالمطالعة أو شغلات من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع مع الثالث فبشوف أنه ممكن تدخلوا في عملية التصليح خصوصا لأجهزة إلكترونية أو الاهتمام بهاتف بكمبيوتر ترميم تصليح فرمة الكمبيوتر تنزيل برامج أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع بيت العائلة فهو بدعمك بشكل قوي مش أنه تعطي جهد أو اهتمام خاص لأهل البيت على أساس أنه يكون فيه نوع من أنواع التوازن ممكن تهتم فيهم ويكون فيه لبعض اللقاءات أو الاتصالات أو الأمور المفيدة بأثناء تواصلك مع أفراد العائلة ممكن يكون فيه خبر ممتاز اليوم أو خبر بسعدك أنك أنت سمعته أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك السادس هو جيد على مستوى العمل قصوصا لأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بنجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم وبالعكس ممكن حتى يطوروا فيه في منكم ممكن يهتم بأمور صحية أو بأمر صحي إله أو لأحد الأحبة أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكي فارغ تماما فلا حظ إيجابي ولا دعم سلبي فعشانك الأمر فارغ تماما على حسب وضعك الاجتماعي أنت بتتعامل فيه أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور فيها نوع من أنواع الاستقرار في بشرة معينة إلها علاقة بمساعدة بقرض بدعم بديون بأشياء إلها علاقة بالانفراجات المالية ولكن أهم إشي نقلل من مصريفة قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه اتصالات عادية إلها علاقة بالتفقد بأشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بصحتهما والإطمئنان عليهم في بعض المراسلات أو الإيميلات أو أشياء لها علاقة بالتواصل الاجتماعي مع أشخاص خارج البلاد بشكل كبير في منكو الطلاب اللي بدرسوا دراسة منزلية ممكن يهتموا بأمور علاقة بحث أو موضوع أو سيرج معين عساس أنه يجمعوا بيانات أو معلومات عن موضوع معين أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه ضغط كبير على بيت السمعة حاول أنك ما تعمل أي شيء يشوه سمعتك أو يدخلك بمواجهات مع القانون أو رجال القانون لأن هذه الفترة فيها سلبية فعشان هيكي بنقول لك دير بالك على أي شيء بشوه سمعتك أما الأشخاص اللي على رأس عملهم بنقول لهم ديروا بالكم من التخلف عن دوامكم أو التغيب أو التأخر وحاول ما تدخل بأي مواجهة أو نزاعات ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رأساك بالعمل أما بالنسبة للبيت 11 فهو جيد للتواصل والاتصالات مع الأشخاص اللي يعني فيه عندك ثقة فيهم ممكن تتواصل مع أصدقاء وتطلب المساعدة أو المعاونة في أمر معين أو الاستشارة لحل مشكلة معينة وبتلاقي صدى جيد أما بالنسبة لها بيتك 12 بيت المتاعب فهو اللي بيجيب لك بعض الإرهاقات أو الأشياء اللي بتيجي غير مرغوب فيها فممكن اليوم يجي قبر بيتعلق في أحد الأحبة يزعجك بشكل كبير وممكن برضو يكون فيه أشياء اللي علاقة ببعض الأوجاع الصحية حاول قدر الإمكان أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد تلتزم براحتك حاول إنجز الأشياء الضرورية وخذ قصد كافي من الراحة برج الحوت طبعا القمر موجود في البيت الرابع بيت البيت فعشان هيك اليوم بيكون تركيزكو كامل أو أغلب التركيز رح يكون على أمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم مش إنك ما تتهرب من المسؤوليات حتى ولو كثرت نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير لا تبخل على العائلة بالعاطف والنصائح هاي فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف إنه شوي فينه من أنواع الضغط النفسي عليك أو العصبي حاول قدر الإمكان إنه أنت خصوصا في ساعات الظهر أو ما بعد ساعات الظهر تمسك حالك من العصبية وردات الفعل في ساعات الصباح بتكون الأمور الروتينية ولكن الحدية كلها في ساعات ما بعد الظهر امسك عصابك وما تحتد وما تعصب واهتم بنفسك شوي وبصحتك وبشخصيتك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف إنه فيه نوع من أنواع الإنفراجات أو بوادر إنفراجات للأمور المالية أو بعض المساعدات المالية أو أمور لحل أزمة مالية أو مساعدي معينة فحاول إنك أنت تستغلها بشكل جيد ولكن حاول إنك تقلل من مصاريفك والالتزاماتك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الاهتمام بأمور الحركة والنشاط أو الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات بالمواصلات بالدراسة بالمراسلة بكل الأمور هاي جيدة في منكم ممكن يهتم بحث أبناؤه على الدراسة أو أبناؤهم على الدراسة أو مساعدتهم في هذا الأمر في منكم ممكن يهتم بأمور النقاشات أو الأخبار أو التفاصيل الدقيقة أو الشغلات اللي من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور حادة جدا عندك باتجاه البيت فعشان هيك بقول لك لا حاول أنك أنت تهتم بأمور البيت بشكل عقلاني اتجاوز واشحن حالك بطاقة إيجابية ما تتهرب من المسؤوليات مثل ما ذكرت لك في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الخامس حاول قدر الإمكان أنه أنت تتواصل مع أحبتك خلال هذا النهار ما تهملهم وما تشعرهم بالإهمال لأنه أي تقصير ممكن ينحسب عليك في الأيام القادمة بنوع من أنواع السلبية يتواصل واثبت تواجدك معهم واهتمامك فيهم بهاي الفترة عشان تحصل نتائج إيجابية أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف اللي على رأس عملهم وبشتغلوا في ظل الظروف هاي اللي إحنا موجودين فيها فهدولا بيقدروا ينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منها منهم أما بالنسبة للأشخاص اللي في البيوت فممكن اليوم الاهتمام بملفات معينة أو بعض الأشياء اللي إلها علاقة بأعمال أو تفكير بمشروع أو اتصالات خارجية أو أشياء من هذا القبيل اللي إلها علاقة بالعمل بيقدروا ينجزوها أو يتواصلوا لحلها من خلال الهاتف أما بالنسبة للوضع الصحي بشكل جيد من أي توترات ممكن تصير خلال طيلة النهار التوتر العصبي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت السابع حاول قدر الإمكان أنك أنت ببيت الشراكي المالي والعاطفية ممكن تتواصل أنت والشريك اليوم لحل مشكلة معينة أو للتواصل لحل معين أو ممكن أنك تبادروا بمصالحة معينة أو هدنة على أساس أنه إنك تتجاوزوا شيء معين من ضغوط هاي بالمرحلة الحالية ولكن هذا التواصل الإيجابي أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه في نوع من أنواع الضغط المالي أو المطالبات المالية أو الالتزامات المالية اللي بتأرقك خلال الفترة هاي حاول أنك أنت ترتب وجدو الأمورك وترتب الالتزامات بشكل عقلاني على أساس أنه ما تفلت الأمور من إيدك بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور يعني لنصف النهار تقريبا لساعات الظهر إيجابي بالاتصالات والتواصل مع الأشخاص وممكن يجي خبر جيد من بعيد ولكن ما بعد الظهر الأمور بتصير صعبة ممكن يصير فيه نوع من أنواع الحدية أو التقصير بأمور إلها علاقة بالدراسة المنزلية أو حدية بالتعامل مع أشخاص من الخارج أو ممكن يجي خبر من الخارج يزعجك أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا بقولك دير بالك لآخر يوم من أي أمور إلها علاقة بتشويه السمعة أو مخالفة القوانين أو المجازفات واللي على رأس عملهم يحاولوا أنه هم ينجزوا الأعمال المطلوبة منهم وما يتغيبوا ما يتأخروا ما يدخلوا بأي خلافات أو نقاشات حدي بينهم بين زملاءهم بالعمل أو رؤساءهم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فعندك حدية عالية جدا من تصرف أحد المعارف أو الأصدقاء تصرف معك بشكل سلبي فاليوم ذيول هاي المشكلة يا إما بتكبرها وبتخليها مشكلة وتصير قطيعة ما بينك وبينه أو اليوم بتكون مواجهة فيها حدية ولكن بتنتهي القضية من عندها هذا إشي أنت اللي بتقرره طريقة إدارتك لهاي المشكلة هي اللي بتحدد المشكلة هاي كيف تنتهي أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بضغطك بشكل كبير عشان هيك بتحس أنه في عندك نوع من أنواع الشحنة الغضب موجودة جواك بدك تفجرها بأي شيء امسك عصابك قدر الإمكان وحاول أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد من التقلبات الصحية حاول تأخذ قصد كافي من الراحة وما ترهق حالك زيادة وأمن حالك من أعدائك المخفيين اللي من غراء الكواليس هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء